لاجه الذبول النباتات مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة أعزائي أولا كما نعلم إذا كان السطح الطربة جافا ولم يتم سقيه بالماء بكل تأكيد سوف يحدث هذا الأمر ولكن أعزائي إذا كانت التربة مبللة وقد حدثت هذه المشكلة عليك أن تتأكد من أن فتحات التصريف في قاع الإناء نظيفة وأترك أي ماء زائد يصرف في الحوض وأيضا إذا كان بإمكانك إزالة النبات والجزور بسهولة من الأصيص فسوف يساعدك ذلك على تشفيف كرة الجذور لكن لا تترك الجذور حتى تشف وأيضا بمجرد تشفيفك للوعائة وكرة الجذر استبدلها بالكامل وتأكد من وضع الوعاء على سطح أو سنية تسمح بتصريف المياه الزائدة ترجمة نانسي قنقر